كلام مهم جداً لازم يتقال في هذه اللحظات بعد استعداد فريق النادي الأهلي من خلال تدريب اليوم وقبل الصفر للمشاركة في كأس العالم الأندية النادي الأهلي بيمص المصر في هذا الحدث الكبير فبالتأكيد إن شاء الله مشاركة قروية كبيرة لفريق عملاق فريق عظيم فريق النادي الأهلي والنهاردة أيضاً كمان زي ما انتوا شايفين قدامنا على الشاشة زيارة دكتور أشرف صبح وزير الشباب ورياضة واجتماعه مع الكابتن محمود الخطيب ثم أيضاً كان فيه اجتماع مع اللعبين وأفراد الجهاز الفني والمعاون للحديث وبس الروح والدفع الإيجابية والقوية بإذن الله قبل البطولة الكبيرة النادي الأهلي بالمناسبة هو بيشارك في كأس العالم أندية فأنت بتتكلمه على مشاركة كبيرة فبالتالي كأس العالم لكرة اليد كان بيطنصر كبير كأس العالم للمنتخب الوطني كان بيشارك في روسيا النهاردة النادي الأهلي بيمص المصر في كأس العالم لكرة القدم بإذن الله كأس العالم للأندية طيب قدامكم الأقطات حصرية من هذه الزيارة اللي تمت صباح اليوم في ملعب مختار التتشي بالجزيرة في حضور بالتأكيد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة وكان بالتأكيد فيه استقبال لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي كان فيه كلام مهم جداً بيصل في هذا اللقاء لكل لاعب ولكل قضو في الجهاز الفني من أجل يعني شحن الهمم والاستعداد لهذه البطولة طيب فيه تفاصيل أكتر وبالتأكيد صوت وصورة لما نسمع من ملعب مختار التتشي كل اللي تقال في هذه الجلسة وفي هذا الاجتماع نروح بسرعة نسمع ونشوف اللي تقال في هذه الجلسة والرسالة الإيجابية اللي تمت في هذا الاجتماع قبل الصفر للمشاركة في كأس العالم للأندي كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان المراني الأخير لفري النادي الأهلي قبل ساعات من توجه فري النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم الأندية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قال حريص إنه كل متواجد النهاردة يدي رسائل دعم وده عهدنا دايماً بالدكتور أشرف صبحي دكتور براحب بحدهاك على شاشة قناة النادي الأهلي أعتقد زيارة مضمنها رسائل كتير جدا لفريق النادي الأهلي قبل التوجه والصفر إلى مشاركة في كأس العالم الأندية بكتر طبعا لازم النهاردة يكون موجودين النادي الأهلي بيمثل مصر كلها يعني طلط العالم للأندية وكأس العالم الأندية ده حدث كبير جدا إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله يفزله أقصى جهد ودي كانت رسالة الموجودة بالحقيقة أنا وكابتن الخطيب النهاردة مع الفريق أنتم بتمثلوا مصر وودينا مثال كمان بالجهد الكبير جدا لمنتخب مصر الهندبول وأنهما ما كانش عندهم أي رهبة لأنهما بيقابلوا بطل العالم الدنمارك وبزلوا كل جهد نفس الحالة يعني أولادنا في نادي الأهلي أنتم بتمثلوا مصر وبتمثلوا نادي الأهلي إن شاء الله مفيش رهبة لأي مقابلة لأي نادي أنت هتبزل كل الجهد اللي أنت المفروض تبزله قدامك بلدك أنت يعني إن شاء الله هتنسلها خير تمثيل والتوفيق بيجي في الآخر بتاع ربنا فكان لازم ندي الرسالة لموجودة قبل سفرهم وتواصل مع كابتن الخطيب أن احنا نكون موجودين معهم النهاردة إن شاء الله يكون رسالة إيجابية جيدة إحنا قبل كده سفرنا لهم في نهاية أفريقيا في تونس عشان دايما نقول لولادنا المنتخبات والفرق اللي بتمثل مصر في كل المحافل الأفريقية والدولية بلدكو وراكو لأن أنتم تمثلوا بلدكو فيه يعني رياضيين وفيه ناس كتير بتشجعكوا وأنتوا كمان بتعملوا نموذج للشباب اللي دايما القيادة السياسية تقول الشباب المصري والرياضة والبازل الجهد شيء مهم جدا أن تغييركم وتغيير العمل زي إقاع الدولة المصرية في التطوير وفي كل حاجة ما بنخافش من إقلاقش الفريق يعني الحمد لله قومه جير جدا الفرق اللي موجودة حتى لو فيه فرق بتبني عشان البطولة احنا عندنا استمرارية الدوري بتاعنا مستمر المنتخبات اللي موجودة فبالتالي كل الفرص المواطية للفريق كانت الحمد لله فدي رسالة للعبين وبنتكلم برضو في شأن العمل الرياضي أهلا بحضراتكم من جديد وزي ما سمعته وشفته صوت وصورة من ملعب مختار التتشبيل جزيرة ترجمة نانسي قنقر